الله رب العالمين عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا فض يحزنونها الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الأسر أتدرون من أمثال من لا تقول إن أولياء الله ما هم إلا خرافات وأساطين لا ظهروا في هذا القطر العزيز أئمة حفظ الدين الحنيف بهم بيوم قيل لدين الله أديان صيد شراط رباة الدنيا استشرا شمس العزائب أولاهون رهبان سفن النجاة هدى الناس قادتهم فهر السرائر من الإسلام في الطاقة تقبلوا ندح القرآن أجمعها إذا استحق مديح الله إيمانا جدوا إلى الباقيات الصالحات فلا يفتهم في التقاسر وإعلانه على الخليفية الزهراء سيرهم والوجه والقصد إيمان وإحسان غابوا ببلغة نحيار على حذر منها كأنهم بالبلغة الثامن فضوى آثارهم دور ودكرهم رحبا ومضجعهم روحا وريحا وقف على السنة تأمل وقف على السنة البيضاء سعيهم وفي الجهادين إن عز وإنهان ما زايلت خطوة المختار خطوتهم ولا فنى عزمهم نس وشيطان فجاهدوا واستقاموا في طريقته عزوبهم لصروح الدين أركان رضي الله عنه أتدرون من أنفلة من هؤلاء الإمام محمد بن عبد الله الخليلي أسمعتم به أم لم تسمعوا سلام هذا الإمام كان في التوضع آية من علمه هذا من أين تعلم هذا ماذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام محمد بن عبد الله بالتواضع آية وكان أحد رعية يحصل الإمام ولا تعجب مسيرته بين الناس إذ أنه متواضع غاية التواضع قال ليت الإمام بيزة يتميز بها بين الناس عندما يجلس بين الناس يجلس على مكان متميز وعندما ينشي يكون حوله حرص عن يمينه وشماله يود أن يكون الإمام على هذا الحال لكن الإمام مر من في ذلك تواب عن رسول الله فماذا كان من هذا الرجل هذا الرجل كان في يوم من الأيام في مجلس الإمام فأخذته غفور فرأى في المنام في غفوته في المجلس الذي يجلس وهو الإمام محمد ورأى سحابة في الدور تأتي على رأس الإمام وتأخذ الإمام وتنهل فاستيقظ هذا الرجل ونظر إلى الإمام وما وجد الإمام فقال أين الإمام محمد؟ قالوا نهب لحاجة وسيعود فنهب إليه ليخلو به ليخبره برؤياه وقبل أن يخفق قبل أن يتكلم يقول يا إمام رأيته قال له الإمام أكفاك ما رأيته؟ أكفاك ما رأيت؟ الإمام محمد إذا دخل الخببة بالمسلمين مشت أمامه نسيء لها رائحة مشى أمامه نسيء له رائحة الإمام محمد يقول أحد الصالحين الذين عاصروا الإمام محمد كان سترة الإمام قال إذا كبر الإمام وقال الله أكبر للصلاح شعروا روز المحرام يقول مرضت مرضا شديدا في هذا الزمن في وقتنا هذا الإمام بين وبينه سينين عددا قال مرضت مرضا شديدا فذهبت إلى أحد الدول للعلاج فيأس الأطفاء العلاج وفي ليلة وبينما أنا نائب إذ ترى آلي الإمام ٍ محمدٍ وعبد الله الخليلين فقال لي يا فلام قلتُ دعف قال يا فلام قلتُ نعف قال أمريضٍ أُنتَ قال نعم قال شفاة الله وعافك شفاة الله وعافك شفاة الله وعافك قال ما استيقظت من نوم وقد عثيت من خلال